احدى الظهور للفنانة مونيرة صنبل كابتن ميرفت في شارع الحب سنة 1959 بعد مرور اتنين وستين عام من اعتزال الفنانة مونيرة صنبل اهلا بيجون في قناتي اخبار النجوم مع امي لسه مشتركش يشترك وحط اللايك ولكومنت اختكم محتاجة دعمكم حب اشكركم على دعمكم لقناتي يا رب يدمكم نعمة في حياتي وبتمنى منكم مزيد من الدعم الحضور الراكي المحترم الفنانة مونيرة صنبل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعض زهورها النادر الخاطف بعد مرور اتنين وستين سنة من اعتزال الفن والاضواء غيرت ملابح الفنانة مونيرة صنبل الفنانة مونيرة صنبل لقبت بي لقب هانم الصلونات هانم الصلونات الانيقة الفنانة رانيا فريد شوقي كشفت عن احدث ظهور للفنانة مونيرة صنبل بعد ما نشرت صورتها اللي اخدتها معايا على حسابها الخاص بالانستجرام وعبرت رانيا فريد شوقي عن سعادتها للقاء الفنانة المعتزلة مونيرة صنبل وقالت الفنانة القديرة مونيرة صنبل ربنا يبارك في عمرها مرفت في شارع الحب هي الناس دي حلوين ازاي قد كده تواضع واحترام وطيبة وركي في زمن الفن الجميل الفنانة مونيرة صنبل من موليد الاسكندرية 15 يونيو 1939 يعني في 24 عندها 85 سنة درست في كلية البنات الانجليزية بالاسكندرية وبعدين دخلت الجامعة الامريكية تقبت بملكة جمال الاسكندرية سنة 1956 وده اللي لفت انظار المخرجين والمنتجين ليها بسبب جمالها اللافت وسقفتها الاجنبية كان اول ادوارها في السينما من خلال فيلم شياطين الجو مع الفنان احمد رمزي وامال فريد ستات في حياتي وساجين ابو زعبل وليلة رهيبة مع شكري سرحين وتولت العروض والادوار قدمت الفنانة مونيرة صنبل ستة افلام في السينما اشهرها على الاطلاق شارع الحب مع الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة صباح سنة 1958 وعن اخر اعمالها الفيلم الصامت 1958 قررت بعد الفيلم الصامت قررت نبينا مونيرة صنبل اعتزال الفن والادواء اتجوزت من عيلة اولاد البدراوي في الاسكندرية عيلة كبيرة مشهورة هناك وكررت ان هي تترك الفن والادواء والشهرة رغبة منها في التفرغ لرعاية بيتها وجوزها واولادها